قال الرئيس عبدالفتاح سيسي إن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار شاملت نحو 1.9 مليون حالة ووجه الرئيس سيسيا الشكرى لمنظمات المجتمع المدني والهيئات التي تبرعت بأكثر من 4 مليارات جنيه لكي يتم تخصيص 20 مليار جنيها الخاصة بقوائم الانتظار مبادرة قوائم الانتظار يعني مش عايز أطيل عليكم لك أنا عايز أقول إنها لمعارضت علي المبادرة دي من 4 سنين تقريبا كان الكلام على 12 ألف مش كده يا دكتور مصطفى كان 12 ألف النهاردة حنا بنتكلم في 1.9 مليون خلال 4 سنين وجسعتها كان الرقم اللي موجود لتخطيط هذه القوائم كان رقم أقل من يعني الدكتور خالد قال 15 مليار هم 20 15 من الدولة وورده هنا لازم أشكر من نظمات المجتمع المدني والهيئات اللي تم قدم التبرع بحوالي 4 مليار جنيه عشان تحقق تغطية اللي 20 مليار جنيه بتوعقهم للانتظار إذن المبادرات هي أفكار بتحاول تحل يعني تحديات صعبة عشان تحسن من حياة الناس من منظور صحي يعني تحسن من حياة العشان تحسن Air تحسن من حياة الناس عشاور يعني